بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة والأخوات نقدم لكم هذا التصريح اليومي لوزارة الصحة المتعلق بآخر المستجداد الوبائية لكوفيد-19 ببلادنا فبين الساعة السادسة من مساء أمس والسادسة من مسائه سجلت على الصعيد الوطني 1132 حالة جديدة مؤكدة لكوفيد-19 ليرتفع إجمال الحالة المسجلة إلى حدود هذا الوقت إلى 35195 أي بمعدل إصابة تراكمي يساوي 97 لكل 100 ألف نسمة وقد ارتفع معدل إصابة اليومي ما بين أمس واليوم ليصبح اليوم 3 لكل 100 ألف نسمة وتفصيلا فإن التوزيع الجغرافي للـ 332 حالة التي سجلت في الأربعة والعشرين ساعة الأخيرة حسب جهات وأقاليم وعمالات الملكة فهو كما يلي في المرتبة الأولى الجهة التي سجلت أكبر عدد من الحالات هي جهة الدار البيضاء 6 391 حالة 312 حالة بمدينة الدار البيضاء 22 حالة بمديوناء 20 بالمحمدية 17 بالجديدة تسعود بيبن سليمان 7 بستات وأربع حالات بالنواصر جهة مراكوش أسفي 195 حالة من بينها 147 حالة بمراكوش 27 حالة بالحوز 12 حالة بقلعة الصراغناء 7 حالات بشيشواء حالة بأسفي وحالة بصورة جهة فاس مكناس 163 حالة من بينها 70 حالة بمدينة فاس 30 بمدينة تازا 28 بمكناس 17 ببولمان 9 بالحاجب 5 بصفرو و5 بصفرو مجموعة الحاجب 49 يعني 13 حالة بالحاجب جهة طنجة تطوان الحسيمة 140 حالة حالة 79 حالة بطنجة و40 حالة بتطوان العرائش 10 حالات الحسيمة 9 حالات وحالة واحدة بالمضيق الفنيدق جهة الرباط سلا القنيطرة 63 حالة 23 حالة بمدينة تمارا 13 حالة بمدينة سلا 10 حالات بالقنيطرة 9 حالات بالرباط خمس حالات بسيد سليمان حالتان بسيد قسم وحالة واحدة بالخميسات جهة درعاء تافيللت 52 حالة من بينها 28 حالة بورزازات 8 حالات بالراشدية 7 بزاقورا 6 بمدلت وثلاث حالات بتنغير جهة بن ملال خنفرة 50 حالة من بينها 30 حالة ببني ملال 15 حالة بأزلال وخمس حالات بخريبقا جهة سوس مسا 45 حالة من بينها 27 حالة بأقدير الدوتانان 6 حالات 6 حالات بإنزقان أيتم اللول 5 حالات بشتوكا أيتباها 4 حالات بتزنيد 3 حالات بتنودد جهة الشرق 19 حالة 19 حالة وحالة واحدة بتوريت سجلت كذلك بجهة الدخل والدأب 10 حالات بإقليم الدخل وبجهة قلميم وذنون سجلت 3 حالات بكل من قلميم حالتان وطنطان حالة واحدة وجهة العيون السقية الحمراء حالة واحدة بالعيون إذن كل جهة المملكة سجلت فيها الحالات في هذه 24 ساعة الأخيرة للأسف الشديد وكان أقل حالة هو في جهة قلميم وجهة العيون السقية الحمراء هذا هو تقسيم الجغرافي المفصل للحالات في هذه 24 ساعة الأخيرة فيما يتعلق بالحالات المستبعدة بلغت اعدادها في 24 ساعة الأخيرة 20 869 حالة مستثنات من المرض بعد إخضاعها للتحالي المقبارية اللازمة ليصبح إجمال الحالة المستبعدة في بلدنا إلى حدود هذا الوقت 1.458.9001 للأسف الشديد ما زالت وطيرة الوفيات برتفعة وسجلت خلال 24 ساعة الأخيرة 17 حالة وفاة جديدة ليصبح إجمال حالة الوفيات في بلادنا 533 للأسف الشديد رحم الله الجميع حالات الوفيات 17 المسجلة في 24 ساعة الأخيرة سجلت بكل من مراكش 6 حالات وفيات الضرب ضع 4 حالة وفيات 4 حالة وفيات سجلت بجهة ضرع تفلت حالتي وفاة بفاس وحالة وفاة واحدة بطنجة ولله الحمد والشكر سجلت في 24 ساعة الأخيرة 861 حالة تعافي تام من المرض ليرتفع إجمال حالات التعافي في بلادنا إلى حدود هذا الوقت إلى 25 385 حالة تعافي تام أي بمعدل 72.1% ومنه فإن الحالات النشطة الموجودة بمختلف مستشفيات المملكة وكذلك بعض الحالات النشطة التي بدأت تتلقى العلاج في منازلها وهي حالة لا تعاني من أي أعراض أو وكذلك لا تعاني من أي عامل من عوامل الاختطار ولها الظروف اللازمة في منازلها فإجمال هذه الحالات النشطة على الصعيد الوطني هو 9277 أي بمعدل 25.5% لكل مئة ألف نسمة وتبقى دائما هذه الحالات النشطة موجودة بالجهة الأربع الأكثر نشطية من حيث الوباء وهي جهة الدار البضاء سطات جهة مراكش أسافي فاس مكناس وطنجة طوال حسيمة طبعا أكبر عدد من الحالات يوجد بجهة الدار البضاء سطات بـ 2879 حالة نشطة وأقل عدد يوجد بجلميم ودنون 14 حالة نشطة ونختم بالحالات الخطيرة أو الحرجة والتي مفاتئات ترتفع وبلغ عددها اليوم للأسف الشديد 132 حالة خطيرة أو حرجة من بينها 57 حالة تحت التنفس الاصطناعي بنوعيه الاختراقي وغير الاختراقي هذه الحالات الخطرة أو الحرجة تنقسم بين جهات الدار البضاء 36 حالة من بينها 36 36 تحت التنفس الاصطناعي تليها جهة مراكش أسف 34 حالة من بينها حالة تحت التنفس الاصطناعي ثم طانجة طوان الحسيمة 31 حالة من بينها خمسة تحت التنفس الاصطناعي بعد ذلك هناك كل من جهات الرباط سل القنيطرة وفاس مكنس التي تلتقيان في نفس العدد 13 حالة وكذلك نفس العدد الحالة التي توجد تحت التنفس الاصطناعي وهو 7 وتوجد حالة خطيرة بكل من جهات سوس ماس درعة فيلات وجهة الشرق إذن الإجمال الحالات هو 132 حالة خطيرة من بينها 57 حارجة تحت التنفس الاصطناعي تقد بأن هذا الرقم يتحدث عن نفسه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته